وعشان كده لو رحنا اللعب تاني ساهم في رأيي أنا لما شفت اللعب ده في الملعب قلت إمام عشور النهاردة هيعمل مباراة كويسة وديانجة هيكون كويس وهو كوكا وأنا من ناس اللي هي يعني بتحب كوكا بزيادة لأن أنا شاف يا جماعة أن اللعب ده عنده وعي تكتيكي عنده قدرات عنده حلول بدنية وعنده قدرة على الانتشار والضغط تخلي اللعب اللي حواليه بقوا كويسي حتى لو هو في المباراة ما قدمش أركام استثنائية وأنا لا أخفيكم سر أن سنائية مروان عطية وإمام عشور هي سنائية ممكن تدينا بعد كده شاء البعض ما يعتقدش أنه حكم مطلق ولكن دي عايزة اللي اتنين يكونوا في أفضل مستوياتهم بدنيا عشان الفري ايتس اللي بيعملوها وأدوارهم اللي فيها تحرر فحتحمل كل حاجة على ديانج فلازم اللي اتنين في الارتدادات يكونوا واقفين على رجلهم بدنيا وفنيا ولكن لو السنائي مش في أفضل حالاته وإمام عشور راجع من الفترة دي فلا أنت محتاج رئة زي كوك محتاج لعب تعرف تسند عليك إمام عشور وتريح محتاج ديانجي لا حد بيبدله الأدوار فعشان كده أنا لما شفت كوكا في التشكيل قلت احنا عنام الماتش كويس وقلت أنا شايف أن التركيبة دي تطلع في نص الملعب حاجة كويس مش معنى كده أن مروان عطية وإمام عشور مع بعض ما يطلعوش انتاجية لا يطلعو ولكن الاتنين يكونوا فاتي نف أن هما يقدوا الدور فكوكا يعني دقاق اللعبة 86 دقيقة تمريرات صحيحة 37 من 44 معدل جاد جدا استخلاص الكرة 8 مرات 4.5 ملعب الخصب وهنا الالتحامات الدفاعية رقم جيد جدا من 9 التحامات خد 7 وده يا جماعة اللي افتقدناه في مباراة اتحاد العاصمة وارجع واقول أول ما تشوف في مباراة اتحاد العاصمة الالتحامات الصناعية سواء هواية أو على الأرض كلها متاخدة منك مستحيل تلعب كورتك وانت مغمض مش هتعرف كفريق تلعب كورتك لأن انت بتخسر الالتحامات الصناعية عشان كده بالنسبة لها جماعة يظل كوكا لعب مهم جدا من اللاعبين اللي انت تقدر تقول ان انت تقدر بأدوارهم المركبة تشوف النتيجة في الملعب في أمور تانية جيد وعشان كده انا بشوف انه عندنا خط وسط رغم خروج حمدي فتحي ولكن مازال خط الوسط بوجود كمان أكرم توفيق يا أسامة اللي ممكن هو مش موجود معنا في الأرقام ولكن الناس لازم تفتكر انه في وقت من الأوقات أكرم توفيق ده كنا بنقول انه هو واحد من أهم اللاعبين في مصر فتخال ده في نص الملعب كمان يقدر يديك إضافة كريم ندبت العائد النادي الأهلي طبعا برضو إضافة لأ انت عندك كوسط ملعب ما شاء الله يعني في حالتهم أي ثلاثة يقدروا يلعبوا وأنا يمكن كمان بشوف ان كوكا قدم مستوى مميز جدا في مباراة المصري وقدم نسخة تقدر تخلي كولر يبقى مرتاح في حالة الغيابات يمكن شوفنا في بعض الأوقات كان كولر لما بيغيب مروان عطية زي مباراة الزمالك فكان بيعتمر انه يجيب ديانج يلعب رقم 6 فكان لو الصلية مصاب اللي برضو يعني عودته بتدي ثقل كبير جدا في هذا المركز فبالتالي انت دلوقتي بدأت في وجود ديانج وفي وجود مروان عطية على الدكة كوكا بيلعب رقم 6 وقادر يديك الإضافة الفنية في وسط الملعب بالشكل ده لكن لا نبخص أبدا دور مروان عطية ومدى قوة عودة مروان عطية لمستوى مرة أخرى وبداية دخوله أرض الملعب لا مروان أرقامه كانت في دورة أبطال أفريقيا مرعبة كان لعب جاي الترس بتاعه راكب على ترس النادي الأهلي اللي هو اللعب ده بقى اللي هو النموذج الأمثل لصفقات الشتاء لعيب تجيبه ما فيش وقت انت جاي النهاردة بكرة انت معايا تلعب معايا وتخيل تلعب في النادي الأهلي وتلعب أساسي وتبقى من أفضل أربع ممررين في دورة أبطال أفريقيا ده في خمس شهور بتحقق البطلات دي فمروان قوة كبيرة جدا ولكن لما كولر يبدأ يعتمد على كوكا ويبدأ يدي الكوكا في مورا مهمة وفي بداية دوري وعي الصلاح الجماهير لا كوكا تقل تقل بما يكفي ويقدر يطمنك فتقدر تبص في وسط ملعبك تلاقي فيه ست لعبين انت قادر تلعب بأي ثلاثة بتتكلم في أحمد نبيل كوكا بتتكلم في مروان عطية بتتكلم في إمام عشور وبتتكلم مع ديانج مع كريم ندفد مع عمر السلية لا مع أكرم توفي ترجمة نانسي قنقر